تحركات عسكرية ودبلوماسية أمريكية إسرائيلية مكثفة تحسب لرد من قبل إيران على الهجوم الذي طال قنسليتها في دمشق والذي بات شبه مؤكد بحسب تأكيدات العديد من المسؤولين الغربيين وفيما لا يزال التوقيت غير محدد إلا أن العديد من الترجيحات أشارت إلى إمكانية حدوثه بعد عيد الفترة وفي هذا الصدد نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته نقلت توقعاته بأن الهجوم المحتملة ربما ينفذ خلال الأيام القادمة مضيفا أنه بناء على تقييمات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية فأن الأمر مسألة وقت وليس مجرد احتمالية بلومبرغ أضافت أن الرد الإيراني ربما يستهدف مواقع عسكرية وحكومية في قلب إسرائيل ما يدفع الأخيرة للرد بضرب مواقع نووية إيرانية كمفاعل بوشهر ومفاعل أصفهان التأكيد بحتمية وقوع الرد الإيراني دفع سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية لإجراء تدريبات مشتركة مع سلاح الجو القبرصي يحاكي الهجوم على إيران ضمن الاستعدادات التي تقوم بها إسرائيل للرد على أي هجوم إيراني حسب ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال هذه التوترات في المنطقة بين طهران وتل آبيب دفعت شركة لفتنزا للطيران لتمديد تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى الثالث عشر من أبريل لتجنب بقاء أطقم الشركة ليلا في طهران التحركات العسكرية تزامنت مع تحركات سياسية حيث وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية لإسرائيل للتنسيق مع قيادات الجيش الإسرائيلي بشأن إجراءات الرد على الهجوم الإيراني المحتمل